بالمناسبة بيتسو موسيماني منتظر النهاردة بعد مطش الأهلي والبنك الأهلي في كاسر رابطة قبل السفر للإمارات عشان يعرف رد الأهلي على اقتراح زوجته اللي هي وكيلة أعماله اللي طلبت أن الشرط الجزائي يكون أربع شهور بدلا من ثلاثة تعرفين أن النادي الأهلي توصل لعرض أخير لموسيماني وهو كالتالي مليون أو مليون عفوا مية وتمين ألف دولار في الشهر راتب بيتسو موسيماني العقد لمدة سنتين شرط جزائي ثلاثة شهور وعشرين في المية زيادة في مكافئات البطولات ده العرض في الوقت الحالي كمان النهاردة وكيلة أعمال بيتسو موسيماني قالت أن احنا مفقين على الكلام ده بس عايزين بدل ثلاثة شهور شرط جزائي بأربع شهور النادي الأهلي مصر على هذا الأمر ولكن في مفاوضات وأنا أعتقد لو المور في الشهر ده ما أعتقدش لا الأهلي هيقف عليها قوي ولا بيتسو موسيماني هيقف عليها قوي فاحنا منتكلم تقريبا أن احنا في الطريق أو نادي الأهلي في الطريق لتجديد عقد موسيماني ده بالنسبة للخبر اشتركوا في القناة